اشتركوا في القناة هتاخدوا معاك من اليابا يا عبدو لا ما كمان لازم اخد اخد احمد في السكة من عبد اصحابه على اللي بس تلاقيه هيروح فين هيكونوا واقف معاهم او في بيت حد من اصحابه بس انا اللي قاليني اللي يبعتولي والجدع اللي جي معاق من الشرطة ده يا ترى عايزين يكملوا المحضر ولا عايزين يسووا الحكاية يا خبر بفلوس دلوقتي يبقى بلاش ولا وعايزين يستلح ويرضوك يا عبدو خلاص هاوت يا در مداخلك شر يا رب يا رب اسلح الامور يا رب والله زمان يا حليوة ما شفتك عليت يا رالي مين يو مخلاص وسع وسع يا حبيبي البهية تطلع في الفطن من كتر الدعك خوانيا سعى التلبية من الزرزر ليه حاضر من عناية انا مش عايز عنيك انا عايزك توسع لخلاص حاضر وسع عشان الناس تركب ارجع اتفضل اتفضل يا استاذ معي هنا اتفضل يا كابتل يا استاذ عبد الحمير اتفضل فين معانا في العربية مهو الطريق واحد يا باشا اه عربية مين دي يا امين مش هتفرق يا استاذ عبد الحمير الناس دي كلها عرف قيمة حضرتك انا باش انا بس سؤال عايز اعرف عربية مين دي اه اه انا اقول لي ساعدتك اه اه دي عربية شكري باشا معالي الوزير بعيته عشان توصلك مخصوص طب روح اقوله ان انا مش بتعود اركب عربيات من النوع ده انا عندي عربيتي والحمد لله يا امين هتركب معانا ولا معاه اللي رايحك احنا عاوزين راحتك يا استاذ عبد الحمير معلش انا هركب مع الاستاذ النشارتي يعني عشان ما نبقاش تقال على عربيتك اه المساعدين عندي ضعاف اتفضلوا وانا حصلكم جاي ورانا ايو هجيب ابني صاحب الحق فاحصلكم اتفضلوا جايب عربية عشان اركب مش هديتحك عليها يا اويد اتفضلوا انهم عايزين يردوا حردتك انا اللي يرديني ان ااخد حق ابني لكن ده دحك عدقون زي ما بيقولو يا سلام يا سلام يا ابراهيم عربيات اتشرف بصحيح بس شرف الاستاذ عبد الحميد اغلى راجل بصحيح وسع يا ابني وسع يا حبيبي وسع الاستاذ اتفضلوا يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا منورين النيابة الاستاذ عبد الحميد الراجل الطيب وابنه الشاب الطيب سعدت الباشا معالي الوزير مستني وصولك الاستاذ عبد الحميد جاي مخصوص عشان يقابل حضرتك نعم ايزا يتدي نفسك الحقي تقول حاجة عنا ما قلتهاش وابسع الايدي ما يصحش كده يا استاذ روح وقف جنب الوزير بتاعك مين اللي نرجع عشانه اتفضل يا استاذ عبد الحميد حضرتك اه كمال كمال ابو العزم الكاتب الكبير كمال ابو العزم الصحفي للاسف يعني ما كنتش متصور ان انا هقابل حضرتك وانا بقى اراه لك من زمان ومعجب بافكارك اقابلك في النيابة وان ابنك يعمل اللي عمله حيا احنا مخدرين جدا انفعالك واحنا اسفين استاذ كمال اتكلم عن نفسك ده جاي تخاني ابنك ده سيادة الوزير السابق مش كده وده اكيد ابنك يا كمال بيه اه وانت اكيد ابو الولد الثالث اللي اعتدوا على ابني انا عاز اسألكوا سؤال سؤال الخوجة فاكرنا تلامزة عنده معلش اسمحلي اسأله لو ابن حضرتك او ابن حضرتك او ابن حضرتك هو اللي حصله اللي حصل لابني اي حد فيكو كان هيقبل كلمة اعتذار او اسف اللي حصل لابني اكبر بكتير من كلمة اسف اللي حضرتك مش عايز تقولها دم الضانة اغلب كتير من كلمة اسف وانا اسف يا بشوات انا دلوقتي مفيش بيني وبنكو غير القانون احمد عبد الحميد غالد كمال ابو العزم عشرف شكري شفيق العطف احمد وقفت ليه خش احمد وقفت ليه خش أكيد هاستريح قعد متشكر بقول لك قعد هم يقفوا عشان متهمين إنما انت مش متهم انت صاحب حق وإحنا من واجبنا إن احنا نديك حقك ولازم تاخد حقك ده وانت مستريح فضل هم دول اللي اعتدوا عليك ايوه هم بينكروا انتوا بتخرقتوش معايا؟ احنا مشوفناكش انا مشوفتوش وانت كمان مشوفتيش؟ انا شوفتك بس انا مفيش بيني وبينك حاجة ولا انت طبع صح؟ يا فندم في شهود في شاهدة عارفة اللي حصل نجار زميلتك حضرتك ممكن تسألها هي شفت كل حاجة هي جات وشهدت يا أحمد قالت على كل اللي حصل هم اللي احنا استدعينا البهوات ليه؟ هي اللي قلت لنا عليهم طب يا أحمد انت ممكن تفضل دلاتي شكرا انتوا احكيتكم بقى انتوا احكيتكم بقى ايه يا أحمد خد أقولك؟ يلا دكتورة نجار انت فواد نصار؟ بالضبط يا باشا هي الشاهد وحيد مفيش حد غير هشاهد؟ لا مفيش يبقى مفيش شهود ازاي يا باشا؟ زي ما بقولك كده الحكاية خلصت خلاص انت بس تشوف الراجل اللي جوه ده هيعمليه مع الولاد وكفاية قاعدة هنا بقى حضرتك ممكن تتفضل وحنا نتصار اتفضل فين؟ هراوح واسيب الواد هنا؟ الراجل ده تطلع في دماغه ويدخله الحاجز مع المجرمين؟ ما اظنش ان يدخله الحاجز يا باشا؟ لا اظن ادخل أبوه من قبله انا مش تاهي عن عمر طبار اللي فاكر لسه ان جده حسن طبار اللي حارب الفرنسويين ماهي دي حقيقة شكري بيه حقيقة ايه؟ جده بطل حارب الفرنسيين في المنزلة جده بطل قومي بجد يا اخي جده طبار لكن احنا مش نابوليون ولا كليبر بدلا ما اتخن ودانه بالكلمتين اللي ينفعوا عنوان ما قال في الجورنال ادخل قوله ما يضيعش مستقبل الولاد دول كلامزة ولا الخو جاي اخد ابنه ويروح واحنا نقعد هنا الناس تتفرج علينا عندك حق يا شكري بيه مرسي يا مده يا رمه وليله؟ طبا خلدي اعمل ايه دلوقتي ايه جامعة تعملوني لدوختي السبعة دوختي من صباحات ربنا ما تخطيش يا حبيبه يا خوك بخير وبعدين ايه ام جاي؟ شمامتك قالتك تخليكي في البيت؟ ايه؟ احنا لسه هنقعد انا عندي معايدنا امه لازم اقامشي دلوقتي ما تخشي للناب تقوله اي حاجة ناخد الولاد ونروح ايه؟ هو حبسهم ربنا يسطر ممكن بابا بابا ارجوك عشان خطري عشان خطري حضرتك ما يخلصكش ان خليد يتهبس يا حبيبتي انا مليش في امور المحيلة دي يا اخي مش محيلة هو حيفرج عنهم بضمان ابهاتهم يا اخي احنا مش شوية انا بس مش عايزة دخله تاني يوقفني قدامه عب كده هدخل اقول له ايه مش فاهم انا اقول له ان الولاد عندهم جامعة بكرة صبح يمكن يقدر الظروف انا مقدر موقف حضرتك يا اساس كمال نعم الحقيقة انا مش قادر اتصور ان هم طلبوا بجامعة هي دي الحقيقة سعدت المستشار هناعمل ايه؟ امرنا لله يبقى ما بيروحوش الجامعة مهما فيش طلب الجامعة يتصرفوا بالشكل ده يعني ايه؟ اكيد سعدتك مقدر ان دول شباب و وان سن الشباب بيبقى في طيش وطهور ده استهتار يا اساس كمال استهتار بارواح الناس عندك حق انا سايب المسألة كلها لتقدير جناتك بس انا ليه طلب هو بالاحرى رجاء جاريت حضرتك ما تبايتنيش في سرايا النيابة مع شكر عبد الرقوف لانه ما ينفعش غريبة المدهش ان ابن حضرتك رأي وغير كده يفرج عن المتهمين على زمة القضية من سرايا النيابة بضمان محل اقامتهم اقامتهم شفت بقى لاي صحيح الى صحيح ازاي ابو حميد وحقك هتاخده تالت وامتلت زى ما بيقولوا وايه بالقانون كده ليبقى ناس محترمين ومتحضرين وشفته المستشار عمر طبار راجل بجد مبطلطش عليها ليه سمعني سمع حضرتك يا بابة مضاع حق وراءه مطالب المهم ندور على الطريقة المناسبة اللي نطالب بيها بحقنا مش نروح نتخانق بس يا بابة القضية كده ممكن تاخد سنة واثنين وثلاثة وعشرة ليه يا ابني المسألة واضحة وبسيطة وحتى لو طويلت يا سيدي احنا وراءهم وحقك هيوصلك في الآخر سمعني يا دكتور سمع حضرتك ومن سوق حظهم ان المستشار عمر طبار هو اللي كان بيحقق في قضية شكرا عبدالرقوف الشهيرة اللي طلع بيها من الوزارة الحمد لله يلا بينام بابة حطلب من حضرتك طلب قل طلب يا ابني ما تتصلحش أصطلح بس انا بصراحة شايفهم كده بيحاولوا يخلوا حضرتك تتصلح انت بشوفتنيش ولا بطردهم من هنا بعربيتهم اسأل الدكتور بصراحة يا احمد بابة عمل اللي مش اي حد يقدر يعمله ده تقريبا طردهم احمد عاوزك تفهم حاجة واحدة لو مال الدنيا كلها ما يكفنيش في جرح زي جرحك او حتى اي تتمدى عليك انا اذنكم ما عليش يا دكتور دايما نشغلينك معانا ما عليش علي يا عمي احمد ده اخ اصغر لي وحضرتك طبعا في مقام انا مش عايز اقول والدي عشان مبقاش مكبر حضرتك طبعا انا في مقام والدك فعلا قول اللي يعجبك هو بعد قصد حضرتك انا كنت عايز اقول حاجة تانية خالص نطلع فوق وتقولي اللي انت عايزه ما عليش يا عمي عشان يدوبا روحانا انا بس عايز استأذن حضرتك ان يعني لو في مجال ان انا والوالد واخواتي نشرب مع حضرتك القهوة شربات ايه تنحت كده ليه انا الحقيقة مش عارف اقول لحضرتك ايه تقولي متشكل متشكل واحدة الف شكر يا عمي ربنا يخليك لينا الله يخليك ما عليش تعبنك معانا يا نهار ربي يا عمي بأمان زال الله يخليك عمي موسيقى اما بيعت عياله خوجة العربي لا ديلي اشرف ولا لسه حيات مع ابن كبال ابو العزي يا عاله اصبابات عايزك وسع حبيبي وسع اتطمن يا كمال بيه هتطلع لك ابنك منها ماشي ما تركب يا عشرف بيه مبسوط يا استاذ متكيف ما بقاش غير شكر يا عبد الرقوف اللي قول لي اتطمن هتطلع لك ابنك منها حطيت راسي جنب راسه بينا جنب بعض سمعت معلش يا بابا معلش بابا احنا محتاجين نقعد مع حضرتك شوية وخالد بزت محتاج ده انا اللي محتاج اقعد معاك ولازم اقعد معاك خلاص نازم حضرتك بكرة تازميني تازميني فين شاقتنا يا بابا يا بابا عشان خاطر وحيات سمية بنتك حبيبتك مدقول لك ما ينفعش ما ينفعش دي شاقة امك شاقة نجوة مش شاقتي شاقتكو تبقى شاقتي هو ده بيتكو ولا عندك مانا لا يا بابا ولا مانا ولا حاجة بس يمكن عشان حضرتك مشغول دايما خلاص مش هنشغل تاني بطلت هنشغل عندك انا عندي سفرية ثلاث ايام بعدها هرجع وهبقى فضلكم سمعني يا استاذ حاضر يا بابا بابا ممكن نركب مع حضرتك هو دي ما يحتاج استئزان تفضلي تفضلي يا استاذ قالك جاي امتى يوم الجمعة ان شاء الله الجمعة امتى يعني سبعة ثمانية كده بعد ابو ما يصلي العشة انت مستحجل على ايه بس يا عبدو مش استانى لما فهم قلته ايه لا اله الا الله ما انا قلتلي الكل اللي قلناه سبيني بقى روح اتوضى ما صليتش العشة استانى بس هو الحمام حيطير والكلام مش هيخلص انا انت ما صدقت يا امال اه ما صدقت محدثة خطوبة بقى ادعى ربنا بس يتمن بخير ان شاء الله ربنا حيتامن بخير عارف يا امال انا حسن انه مكتوب على وشه انه من نصيب دعاءه ودعاءه من نصيبه وقلها وقلها ما كانش ربنا سبحانه وتعالى خلهم يتقابلوا في حكاك الحادثة بتاعت اخوها شفت يعني لولا الخناءة بتاعت احمد ما كون ناس شفناه حكمة ربنا ربا ظرت انه فعل ايه؟ يا امال من هنا اليوم الجمعة هنشوفوني اتكلم زي ما انت عايزة سيبيني بقى روح اتوضى يا دكتورة دعاء يا دكتورة دعاء عبد الحميد دراز يا بابا احنا فينه الدكتورة فين دا احنا لسه ونقول يادف اللسانس ان شاء الله هتخذي اللسانس السنة دي وتبدأي بتحضير الدكتوراه وبالمرة هتخذي حاجة تانية كمان معاك في يدك ايه؟ اظني مفهوم ايه؟ فهمتي مش كده؟ ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه في الساعة 8 مساءً جايلنا ضيوف دا كثرة بس من نوع تاني يا أهل الهرم والعمرانية يوم الجمعة في الساعة 8 مساءً جايلنا ضيوف دا كثرة بس من نوع تاني والحاضر يعني والغلب معلش في ناس كده ما تفرح تكسر الكوب بيئات لا يا دعاء ما تعترينيش يا رجوكي ما تعترينيش أنا حاجة أخش الحمال لو سبعت استنى استنى هنا يا أخي ابنت عمال تدلع وتهلن وناس الحمال ولا كلامنا اللي بينقضي مدوق شايف اللي جواهي عا عرفان مين دي؟ مين دي؟ دعاء عبد الحميد دراس بنتي لكن انت ايه؟ أنا ايه؟ انت اسمك ايه؟ اسمي ايه؟ ايه؟ اسمك اسمي ايه؟ اسمك ها ها أمال ها إبراهيم السيد طب يا أخي يا كويس انك افتكرت أحسن لك كنت ناسي أنا مين؟ بقى يا راجل يا راجل أول ما يجي عريس لبنتك تنسى الدنيا ومعليها عارف يا أمال لو كان جالي وأنا رايق رايق؟ وانت هترق أكتر من كده ايه؟ لا قصد يعني ربما فيش القضية يلا ربا ضارة النافعة عن اذنك اخش الحمام استهلنا 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 يا حبي ما نكمل كلام زمان البشوات والبهوات دول بيليف حول النفسيهم وأولهم الوزير السابق اللي استكبر ورفض يجي يعتذر طب تعالى بس تحلى بس عايزيني نكمل كلام بعد اذنك استهلنا بس بعد اذنك اعمال عايزة اكمل كلام معاه بعد اذنك اعمال ليه؟ عايزة اقول رأيي في معالي الوزير السابق يوه موسيقى 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 اطلب لي فوات بي نصار او امرك يا معالي البشر المنصورية او امرك يا معالي البشر بتطلب فؤاد بلي دلوقتي عشان نخلص البلوة اللي عاملها لبيه ابني هي البلوة دي لسه ما خلصتش هتخلص وفورا انتو بش راضيتوا الراجل يا شكري مرضيش هترد عليك انا شابتي معايا جرس يا معالي البشر اللي يرد عليك قوله انا عاوز اكلم فؤاد بيه حالا فورا يا معالي البشر الو ايوة يا فندا مين ساعتك اهلا وسهلا انا شرف السكرتير هنا في الفيلا الدهوني هاتف امرك يا باشا معالي الباشا معاك يا استاذ شرف معاك يا باشا اهلا يا شرف الباشا فين يسافر يسافر امتى وراح فين امريكا يسأله هيرجع امتى طيب يا شرف اوكي سافر امريكا حتى ما يعرفش هيرجع امتى طيب وبعدين هتلوبه في امريكا هتلوبه في امريكا انا شارتي دلوقتي يا باشا دلوقتي ده ايه ايه الغباوة دي خلاص هتلوبه فورا معالي الباشا دلوقتي هناك في امريكا المغرب نظبوط طبعا هناك لسه المغرب اصلا ما بفهمش حالا هتروبه مبليش القهوة دي اتأخرنا وحنتقدم ليه مادام البيئ ابني بيجرجرني في اسام البوليس والنيابة لغاية ساعة اثنين صباحا مش كفاء اللي فات رد عليك انا شارتي امه ردش يا باشا في اجتماع في اجتماع اه اجتماع رجالي او حريمي المهم مش فاضي بقولك ايه يا شكري اكلم قول فات نجارة عيشة معاها في البيت هتقوللها ايه خلي بنتك تغير شهادتها هقعد معاها هتفاهم معاها هفاهمها الموضوع ايه بالزبط دير اخرى ما بتفهمش رايح نفسك انا مش ممكن ارتاح ابدا قلما البنت ليه تغير شهادتها ابني لا يمكن يروح محكمة كيفيانا محاكم بقى عنا تيل يا حبيبي عنا تيل انا كنت عارف من الاول ان المسألة دي وراها روس كبيرة اسألني انا روس كبيرة على مين كله رجع بظاهر وكاش المسألة مش ظهر بس خلي بالك يا جناب نوكيد الناس لي برضو ما بتخزرش يعني مش معقول هيسبوك تلعب في لأنهم وهم هيتفرجوا يركبوا اعلى ما في خلهم الطمن هيركبوا اعلى ما في خلهم وهيدفعوا عن اولادهم هيو بس اي دا الحق معنا نحن هيدفعوا بالباطل بالزور انا عارف الاصناف دي كويس اسألني انا اسألك في ايه بس انا القضية واضحة زي الشمس انت مش عايز تسمع الكلام اوكي انت حر استنى عبر لسه فاقه اخد ايدي عادة حشان اقوم ما انا بقى عايزة شده واخدت ما تتشده مش هتاخد حسان ما تفعلكش حق الشاي حاضر هاتف بايا اهو ايه اجمال ما شاء الله خد يلا ايفرانكا شكرا يا جناب الوكيد في حاجة مهمة عايزك تعرفها كويس زي انت ما قلبت الدنيا عشان تدافع عن ابنك اللي الجرح هم كمان هيقلبوا الدنيا عشان ما يدخلوش ولادهم بالسجن ايه يا صغير براعتك انت جاي تكسر مأديفي وتكاوفني اوه ايه ايه و بخوفك عشان تاخد بالك وتحسبها كويس انت حبيبي ده انت اللي بقى ايه اللي بخوفك ما تخافش علي يا صاحبي على عموم انا قلتلك اللي في نفسي وانت صاحبي الشأن فكر براحتك اكسكيوز مي ايه مي كنت عايز حدرتك في حاجة اعوز هي يا حبيبي كنت عايز اتكلم حاجة في موضوع كدة ايه اعوز فلوس احلاق معي فلوس باباك بعت؟ بابا ما بعدش حاجة انا كنت عايز حدرتك في موضوع طيب بابا تعالي اه ايه بقى يا رياض خير لا هبقى اتكلم حدرتك بعدين بقى ايه اللي عامل عالي؟ ايه عاوزك لا خليها بعدين اتكلم عاوز ايه؟ انا كنت عاوز حدرتك اه؟ 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 اعاوز حدرتك في ايه؟ ما تتكلموا يا بقى؟ بتخطبلي قلت ايه؟ بتخطب لي اه؟ اخطب لك؟ ياسمين ياسمين مين؟ ياسمين زملتي اللي في المدرسة حدرتك عارف انا بابا مش موجود ولازم حد يجي معي عشا اطلبها من اهلاها وانا بعتبر حدرتك في مقام بابا بالضبط قلت ايه حدرتك؟ قلت على فصلك اه اصلا يعني قلت على فصلك قلت على فصلك؟ تشوف يا ابنة الموضوع دا ما نفعش الكلام فيه لا في المكان ده ولا في الوقت ده على فصلك السلام عليكم السلام عليكم الخضاري فين بتاع كل يوم يا رجل انت؟ ايوه وزانت؟ استنى ايوه هو هتكون القذن فعاتها لا ايه سوفك ايه اه، حلوة زي الشربار اوه, السلام عليكم ما تخلي عليك يا ست تشكر يا مجا تعالي نعم يا مستر جراحة فين مروحة مش فاضل حصة نعم يا مستر شوقي مجيش اه صحيح طب الكبير هتبصلني يا مستر انا مش هبصلك انا هسألي امتحان يعني؟ بنت اسأل يا مستر ايه اللي بينك وبين الواد رياض؟ رياض؟ ايه؟ جاوبي ما تكذبيش هو قال حضرتك ايه؟ انا اللي باسأل وانت اللي تردي عشان مسأدش في الامتحان؟ جاوبيني مفيش يا مستر قال انه عاوز يخطبه وانتي قلت له ايه؟ هقول له ايه يا مستر؟ انا عارف انه كلامه خلاص بيقضي وقت يعني طب لو هو راح يخطبك من اهلك مش هوافق اصلا ده تلميذ وخيب كمان هيخطبني ليه؟ وبعدين ده جيل مضروب يا مستر جيل مضروب؟ يعني ايه جيل مضروب؟ يعني كلهم عيات نزام بلاي ستيشن حضرتك التمر طب انزلي عشان همشي بقى عارف حضرتك المالات عاوزين يتجاوزوا مين دلوقتي؟ طبعا الراجل المحترم اللي بيشتغل اللي بتحمل مسئولية حتى لو كان كبير في السنة قد باباه وشه عربيت كده وبندار راجل يعني جاسميني انت لسه صغيرة عالكلام ده يلا انزلي عشان صغيرة بيعجبني الناس الكبار طب انزلي مش هتنقلي فصل المتفوقين يا مستر؟ يلا روحي بصراحة انا عايزة حضرتك اللي اتدرسلي وبصراحة اكتر حضرتك حنين قوي يا مستر روحي ليه حنين قوي دي؟ استغفر الله العظيم المساء الخير يا أولفة هانم ولا أول جنصار؟ أولفة بس ليه باعي مادام؟ ازيك يا أولفة؟ محمد لله تفضل تسمحوا لي؟ تسمحيلي يا نجار؟ اه طبعا يا طام تفضل ما شاء الله منتهى الرئة ده كان رأيي فيك دايما يا نجار مرسي يا طام بالانجليش؟ سانكيو ماما تربيتها فرنساوي انما انت انجليز ازاي أشرف؟ متر من فرق تشرب يا مرسي خالص عصلا أنا لسا جاي من الفيلم ما احنا كلنا جايين من البيت لازم تشربي حاجة اه خلاص اه قهوة سادة قهوة سادة ببرا وانتي قهوتك ايه؟ سادة برا زي بعض عن اذنك أنا أنا تمطح راحة فين انجارة؟ عايزة تمشى شوية استني انا عايزة تمشى معاكي عصلا عايزة اتكلم معاكي في موضوع مهم موضوع اشرف عصله زعلان منك اول هو اللي زعلان مني؟ اه طبعا بعد اللي عملتيه ده ومش عايزة يزعل منك ومع مين؟ مع اشرف وانتي عارفة اشرف كويس يا نجار؟ من فضلك يا تند انا عملت اللي لازم اعمله تشهدي عليه في النيابة؟ عايزة تحبسيه؟ يهون عليك يا اشرف يا نجار؟ وهو يهون عليه كان هيموت واحد وينميه في البسين؟ واحد مين؟ الولد ابن خوكت العربي؟ ابن خوكت العربي ده اسمه احمد عبد الحميد ديراز زميلي في الجامعة وكان زميلي في سنوي وصحبي وحتى لو مستحبي انا شهدت بالحقيقة واذا كنتي حضرتك جاي عشان اغير شهادتي ايام سوريا تند بالانجلش الف مبروك الف مبروك يا بنت خالي حسب يا حسب الميكب بتاعي ياختي خايفة على الزوء بتاعك وبيعملي تاني يا بنت ما صدقت عملته تعالي معي يا مكسوفة أخوك مكسوفة اللي اكتسف ما ببنت عام خلاص فرامل النهاردة ايه برعاه بسم الله يا ما شاء الله انت جاهزة خلاص يا بنتي؟ ايوه جاهزة يا ماما طب يلا يا بنتي عشان تاخت الشربات وتسلمي اللا اقت العريس يا باي ما بطلتش زغريت خلت راسي قد كده زي ما كل ما صدقت ما تخليها تزغرط يا مراد خالي واحنا كل يوم يعني عندنا خطوبة طب يلا يا حبيبتي عشان تزغرطي لها انت كمان عبل ما تزغرطلك في يوم قرية فتحتك ان شاء الله يا رد نادرا عليا يا مراد خالي دا لو حصل والنبي لختم الكرآن كل جدك ايه يلا يا حبيب شرفتنا يا حج شرفتونا يا أهلا وسهلا اهلا بك يا أستاذ عبد الحميد يعني يا ريد تحوشي كم زغلوطة كده لحد العروسة ما تيجي في كتير انا شايلة الفرح كله للدكتور ربنا يا كتل افراحكم تعال يا كابتن دا احمد ابن كبير اهلا ازاك يا حبيبي يا عمك شعبان والد الدكتور ووالد بشمانديس حسن اهلا وسهلا ومدام توحيدة سلم اهلا وسهلا ولا مش هنسلب علي يا عمي ولا ايه ولا عشان خلاص فاشا الله بقى زي الفل مش بحتاج مني حاجة لا ازاي ازاي ما نسلمش علي كان مسلملك روحه بين الحياة والموت يلا حبيبي قعد على المكتب قعد ما كان ابوك انت ما كان ابوك دلوقتي احمد كان بطل في السلم كان كان ليه يا بابا احنا لسه ما اتزناش بسم الله بسم الله ما شاء الله الله اكبر الحمد والله وعندي كمان محمد في السنوية العامة ربنا يا كرمك بيهم ان شاء الله وتشوفهم زي البشمانديس حسن والدكتور علي هم اللي بتقنا بيهم الدنيا وانا ما طلعتش بايا يا حاج انت كلها من ربيك ان صاحب النصيب معاك حق يا حاج طيب اصلا ازنكو بس اقوم اشوف اللي بربيها عشان صاحب النصيب ما جاتش ليه الغد دلوقتي اتفضل وليه ما جابوش الشربات اتفضل ايه ثواني يا عبدو الشربات هيبقى جاهز جاهز في المطبخ اجيبهم يشربوا الشربات في المطبخ ايه يا عبدو ده ما اتطول بلك بقى اكتر من كده الست اخت العريس حيشة الزغاريد لحد من العروس هتهل بالشربات والعروسة جاهزة هيو زي الامر اه امر البعتاشر وفيه احلى من كده يا باختوا بن الحج شعبان يوم ما تكسبهاش بقى يا خال انت مكسوفة؟ انت مكسوف ده كان فين اول مرة رجلة مع العربية وهم راجعين من الجامعة وبقى يقول لي وانا اقول له وخلصنا الكلام كله ايوه بقى يا خال خلاص خلاص بقى هو اللي خطبها ايه هو اللي خطبها ايه اللي نقاها خلاص خلص الكلام هبقى سلفها كلبتين من عندي ايوه ايب يسل فيها عشان يوم فرحك ان شاء الله تسلفك هيا كمان كله سلفوا دين وهي been picked up Librer املا من الاربعة كده مرة واحدة ان خلص اه عناية والنظارة وانا عندي اغلب من اماما حمد ياخوى خليت في بنتك وفي اهل العريس خلينا ايه طلباتك املا ايه من العريس مجدش ليه الف رحمة ونور عليها اه ليه حظها ليه يا اختي طب۔ ايه مجد جعوز تكيش اللي عشان السل Istanbul والديتك تبقى حماتي. كده برضو يا عبودة. ايه يا خالي انت هالك على وش التاني ولا ايه ما تروع. عشان المرات خالج تتعدل. طب يلا يا روحوا مع الناس. ولو حتزبهم عديل لوحدهم. طب يلا الشربات. يلا حبيبتي. يلا حبيبتي. بسم الله. الله هو اكبر. الله هو اكبر. الله هو اكبر. عمك شعبان اولا. انت هتنسي الناس كلها من اولها عشان خاطر الدكتور. لا ليش ما فيش خبرة. اول مرة. انا حاوزها تنسى الكل عشان خاطر ابن الدكتور علي. ربنا خليت لينا حاج. ده احنا اللي ننسى روحنا عشانك. قدمي دعاء بعد اذنك لاخوية الكبيرة اللي مش مهندس حسن. بس بقى كفية تعبتوه. قتل صانية عني. مش اديتي بابا. تعالي بدي لعريس وعودي مكان. ده بعد اذن والستاذ عبد الحبيب طبعا. دعاء. تعالي عودي جنبي. يا ما هيعودوا جنب بعد. عنك يا سيدي توحيدة بقى معقول. هتخدمينا في بيتنا. تفضل انت استريح. تفضل. تفضل يا مبخي. عقبال شرباتك يا حبيبتي. مرسي. تفضل يا خيال. تسلم ايدك عقبال ما يتعبدك في فرحك. خد يا محمد مين تاني ما خادش. تفضل يا حبي. شكرا انا انا. اه عقبال فرحك كده ان شاء الله يا حبيب. ان شاء الله انت اللي توزعيلي الشربات برضو. ساعتها بقى يبقى كل شيء نصيب. هلو. انا مساء خيال. مين يا حبيب؟ لا يا بابا ده تليفون لي. هنه اول مرفع من جوه حط السماعة اه. ايه نجارة. انت فين يا ميدو. حط السماعة اهلا. شكرا انا اهلا. ايه نجارة. هيا هنه بترعبك ولا ايه. لا ده انا انا قلت له تحط السماعة بس. مالك انت مزنوب. يعني. اه عندنا ضيوف كده ادعا اختي بتتخطب. ايه ده مبروك. الله يبارك فيكي. اقبالك. اقبالك ايه ده الواحدي. سكت ليه. هتكلم اقول ايه. قولي اللي انت حاسس بيه. بتفتكر حينفع. هو ايه ده اللي هينفع. اللي انت بتقوليه. انا بحبك يا حمد. تسمعني انا بحبك. نجارة انت بنت في قدنا الصار. انا اسمي نجارة بس. وبعدين انا عايشة هنا مع ماما في شققتها. وبعدين يا ميدو انت كده هتخليني اكره ان بابا غني معاه فلوس. انت ممتردش ليه. يعني. اوكي. بس تخليك فاكر ان انت معزمتنيش. اعزمك فين. احنا اللي عملنا الخطوبة لا في قتيل ولا في مركب عن نيل. احنا عملنا في شققتنا لا في العمرانية اللي انت عارفاها اصلا. اه. شققتك اللي انا بحبها قوي مش كده. خليك فاكر. اوعد بقى السرير. خلص بقى لانت بتعميله بسرعة عشان عايزة تشوفك ضروري. يلا يا احمد خلص تليفوني يا ابني. طب بقولك يلا باي عشان بقى بينادى علي. ميدو ايه واحد انسان اعزمك على صندوچات. طيب طيب باي باي. جرائي يا كابتن. يا ابني كلنا مستنيينك. انت اخل عروسك كبير. يعرف مقام والدك. يا اخو يا ربنا يتولينا في عمرك. تعيش. خش. خش تحالة. يا صغاد المطرح. اصلي ايه. الحج شعبان كان بيسأل عليك. سماعونا الفتحة لحضرة الله بالأول. عليه الصلاة والسلام. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين اياك العبد و اياك الاسلام. يا الصلاة المستقيم. صلاة الذين اعنعبت عليهم غير المعبوب عليهم. ولا الضال. ولا الضال. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما يا وصد عبد الحميد احنا بالبلد كده طالبين القرب من حضرتك في بنتك دعاء لابننا الدكتور علي. واحنا بالبلد كده وعلى سلو بلدنا هقولك ان احنا هنجهز بنتنا ونوديها لغاية عندكم. الدكتور علي ابني ودعاء بنتي. لألكم مبروك يا دكتور. ربنا اخليك لينا يا عمي. طيب طيب اجلي اجلي الزغاريت شوية. اجلي الزغاريت شوية طولي بالك يا توحيدة. ايه في اي حاجة ما تسيبنا نافرح. احنا ما صدنا ان الدكتور قال عايزة اخطب. يا سنتي بافرح. انا بس في كلمتين اتنين عايزة اقولهم للأستاذ عبد الحميد. بتاحت امرك. معلش يا أستاذ عبد الحميد عشان نبقى على نور من اولها. خير يا حاجة.